السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معاضية وجهاز هضمي وكبد أتشرف بجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيد وإمتى المفروض نعمله تحليل الإيد مهم جدا أن نحن نفهم أن المرض الـ HIV ليس في كل الأحوال يعمل أعراض وبالتالي بعض الشباب عندما يعمل علاقات جنسية خارج إطار الزواج يبدأ يقلق ويخاف وعايز أن يتطمن على صحته وهو في حالة قلق هل هو أصيب بمرض الإيد أو لا؟ في الواقع نحن لدينا فترات اسمها فترات النافذة فترة النافذة هي مهمة جدا في تحليل الإيد وبالتالي لا ينفع أن نفعل تحليل الإيد من نفسنا في أي وقت لأنه يمكن أن يظهر سلبي بينما المرض موجود وبالتالي لو تعرضت لعلاقة جنسية لازم تستشير الطبيب المتخصص في هذه الحالات على أساس هو الذي سيقرر لك إمتى تعمل تحليل الإيد تحليل الإيد ينقسم لقسمين قسم وهو تحليل PCR هذا PCR يكتشف المادة الجينية الفيروس نفسه وبالتالي الحمل الفيروسي نفسه وبالتالي يمكن أن نفعله بعد مرور تسعة أيام من العلاقة ويجب أن نفعل النوعين، النوع الأول والنوع الثاني لأن بعض الناس تفعل النوع الأول فقط لغيره طبعا عندما يظهر سلبي النوع الأول هذا يعني أنك 95% سلبي لأن النوع الثاني موجود بنسبة 5% فقط لكن لو أنت عملت للنوعين، معناها أنك 100% قطعي ما عندك HIV بعد مرور تسعة أيام من العلاقة الجنسية بالنسبة للأجسام المضادة الأجسام المضادة تنقسم لحوالي أربع أجيال الجيل الأول والجيل الثاني النتيجة بتاعتهم قطعية بعد فترة النفذة وهي ثلاث شهور أما الجيل الثالث فهو قطعي بعد عشر أسابيع يعني فترة النفذة عشر أسابيع أما الجيل الرابع وهو القومبو أو الإليزا أو التحليلات التي هي الحديثة بالتقنية الحديثة مثل الإليزا، كلها تعتبر جيل الرابع وهي قطعية بعد ست أسابيع إذن الأجسام المضادة تبقى بعد إما ست أسابيع أو عشر أسابيع أو ثلاث شهور بعض الناس تتساءل هل نعيد الفحوصات آخر بعد ست شهور أو بعد سنة؟ لا، أنت ليس محتاج تعييد الفحوصات آخر أو بعد ست شهور أو بعد سنة بعض الناس تسأل هل هذه الأجسام المضادة تفضل موجودة طول العمر حتى بعد عشر سنين؟ نعم، هذه الأجسام المضادة تفضل موجودة في جسم الإنسان المريض بالـ HIV طول العمر هناك بعض الناس تسأل إذا أخذ العلاج، هل هذه الأجسام المضادة تختفي؟ لا، هذه الأجسام المضادة لن تختفي الذي يختفي هو الفيروس نفسه أو PCR يخرج سلبي بعد حوالي ست شهور تقريبا من العلاج إذن بعد ست شهور من العلاج حتى لو أنت إيجابي، الفيروس أو الحمل الفيروسي يبقى تقريبا زيرو و أنت أصبحت غير معادي وبالتالي نحن ننبه المجتمع لكي وصمة العار نحن أساساً نريد أن نقوم بعمل وعي للمجتمع أن هذا المريض ليس محتاج منك ولا شفقة ولا رحمة ولا شيء هو محتاج منك فقط لغير أنك تسيبه في حاله هو أساساً غير معادي بالنسبة لك يعني عندما يأكل وإشرف في نفس المطعم هو غير معادي أيضاً عندما يدرس معك قطالب في مدرسة أو في كلية هو غير معادي أيضاً لو يشتغل معك في نفس العمل هو غير معادي أيضاً لو يلعب معك أي رياضة سواء كانت سباحة أو قرد قدم أو قرد طايرة هو غير معادي لو سلم عليك هو غير معادي لك وبالتالي أنا بنبه على وصمة العر بالنسبة للمجتمع أننا أولاً أولاً الناس الذين لديها HIV الرجاء التعامل معهم بلطف باحترام لا نقول عليك منه شخص قليل الأدب وبالتالي أنت تطفي عليه بالإضافة للمرض أنت تتهمه تهم أخرى أنت لا تعرف أنه تتعادى كيف يمكن أن يكون لديهم أكبر قدر ممكن من العمل والرعاية لأنهم لا يحتاجون رعاية بعضهم يترفض من شغله بعضهم أساساً بعض الدول يترحلون يعني هو يقابل مشاكل أيضاً في علاقاته الاجتماعية هذا الشخص لو أخذ العلاج المناسب ومر عليه ستة شهور فهو غير مواطع وبالتالي الخوف والهلع من هذا المرض المفروض يقل لأنه يأخذ نوعين من الحبوب أو نوع واحد من الحبوب وبالتالي مثل مريض السكر ومريض الضغط لا يوجد منه أي مشكلة أو أي خطر ومريض الـ HIV الإيجابي يعيش حتى سبعين سنة زيه وزي الشخص العادي طالما يأخذ العلاج ولم تحصل معها المضاعفات الخطيرة لمرض الإيد وبالتالي كلما اكتشفنا المرض مبكراً وعملنا التحاليل مبكراً حمينا هؤلاء الأشخاص من العدوى وكلما قللنا كمجتمع من وصمة العرض هي واعتبرناه شخص عادي بيأخذ العلاج بتاعه ووفرنا العلاجات في بعض الدول للأسف الشديد عندها مشاكل وحروب وبالتالي هناك صعوبة في توفير العلاج لمرض الـ HIV فهما يعانوا وبالتالي لا يبقى المعاناة من المرض ومن المجتمع لدرجة أنهم يخبوا مرضهم عن الدكتور عندما يكون يعمل عملية أو تولد يخبوا المرض أو رايحها لدكتور السنين نحن نريد أن يكون هناك نوع من أنواع الشفافية والصراحة والوضوح وبقدر الإمكان هؤلاء المرضى مثل أي شخص طبيعي ينقل المرض فقط عن طريق العلاقات الجنسية في أول ست شهور لكن عندما يأخذ العلاج هو غير مواضي حتى يمكن أن يعمل علاقات زوجية عادية بدون واقع زكري طالما أنه غير مواضي وطالما الـ PCR أصبح صفر بعد العلاج أرجو أن نكون تفاهمنا الموقف أنا سأريد رقم الواتس بتاعي لو هناك أي استشارات طبية أو رسالة تقارير طبية 022-010-27-28-4778 أشكركم بذل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته